تجربة جديدة بالنسبة لك يا سنة موصرية أنا شفت بعد التجارب اتعاملت سريديز على المستوى العربي فيها مشاكل الأبطال طبعا أحمد داود دينا الشربيني شريف مونير أروى جودة إلى جانب محمد شاهين بقى ونسرين أمين بص سريديز جاءت للسينما لكي تستمر زي اللون هو السينما لم تكن ملونة لما جاء اللون في الأول بصوله شازرا كده ناس كانت بتلون وناس ما كانتش بتلون السريديز لسه يعني عالميا لا يشكل الأغلبية لكن أنا بتصور أنه سيشكل الأغلبية مع الزمن ليه؟ هي السينما لما تلونت أو لما قبل اللون دخلها الصوت كانت بغرض إيه؟ بغرض محاكات الواقع الواقع فيه صوت السينما كانش فيه صوت كانت صمتة طيب الواقع ملون ولا أبيد وسود؟ ملون فالسينما ماشي مع الواقع الواقع سلاسي الأبعاد ولا بعدين؟ لا سلاسي الأبعاد صح؟ ما هواش طول وعرض ده طول وعرض وعمق بقى سلاسي الأبعاد فلازم السينما أيضا تحاكي الواقع عالميا ده لم يحدث حتى الآن بس نقول إنه إيه؟ إنه يعني السيديز في العالم تجوزوا لعشر سنوات خمس وعشر عمل بالكتير بثاني الأكشن بيكون هو الأنسب في المرحلة اللي إحنا فيها دلوقتي وفي ناس يقولك التاريخي يعني يعني والله يشغل برضو التاريخي والأطفال أفلام الأطفال بص الأكشن ممكن يتعمل والعاطفي ليه لأ الناس بتحب بشكل مجسم مش بعدين بس ممكن تحب ثلاث أبعاد يعني كويس فمشاهد بتبقى سلاسية الأبعاد في الحياة فإزاي تبقى في السينما سنائية أنا رهاني على المعنى ده إن السينما كلها ستتحول إلى سريديز زي كمان فيه سينما للحقيقة اللي انت بتبقى جزء من الشاشة وبتعيش مع البطل وبتعيش مشاكله وتترعب معه وتشم لو رايح حديقة ظهور حتشم الظهور لو في معركة ورايحة بخور قصدي برود حتشم البرود برضو يعني بمقياس يعني بمقدار فالسينما تتحاكي الحياة مسين المتعة دي محققة في السينما بس يعني لو انت شفتوا بقى تليفزيون خلاص لا ما تستبعتش على العلم والله عندك حق لا 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 السيري ديز في التليفزيون ايضا لا السيري ديز القالة هتواكب القالة دايما بتواكب رغبات الناس وتمحهم القالة هتواكب ده وهتفاجأ ان انت بتحط حاجة كده على ودنك ونضارة اه وعايش وعايش الأجواء وعايش الأجواء بما فيها حاسة الشم اللي هي دخلة كمان يعني اه يعني احنا بتتكلم دوقتي عن نظر ثلاثي لأبعاد مش كده حاسة الشم هتخش كجزء كجزء مهم موسيقى